اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير تساءل الكثير عن من هو المالك الحقيقي لقصر مسلسل طائر الرفراف ويبدو ان الصحافة التركية تمكنت من معرفة مالك هذا القصر وما الذي يفعلونه بالمال الذي يتلقونه بدل ايجار من الشركة المنتجة للعمل اذ اشارت تقارير محلية الى عائلة سابانجي احد اشهر العائلات في تركيا هي العائلة المالكة لهذا القصر واضافت تلك التقارير ان جميع الارباح التي تحصل عليها العائلة من تصوير المسلسل تذهب للتبرع اذ يجري ارسالها الى جمعية تهتم بمساعدة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ونعم يا اصدقائي عائلة سابانجي هي نفس عائلة حبيب هاندا ارتشل هاكان سابانجي وهذا القصر احد املاكهم وخرجت اخبار ان هاندا ارتشل كانت مرشحة لتمثيل دور سيران بدلا من افراساري توغلو ولكن هاندا رفضت وبعدما دخلت بعلاقة حب معها كان سابانجي طلبت منه بيع هذا القصر ولكن القصر ما يزال احد املاكهم هل كنتم تعرفون هذه المعلومة شاركوني اراءكم في التعليقات نلتقي ان شاء الله بفيديو جديد الى اللقاء اشتركوا في القناة